اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكين صهيوني الذي كان حكم عليه في البداية بالإعدام ثم خفف الحكم إلى أربعين سنة وقد ألقي عليه القبض في مثل غد ستة يناير الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين أربعين سنة أنا متأكد أن أكثرية الذين يتابعونني هنا لم يكونوا قد ولدوا أربعين سنة أربعين سنة لم يرى فيها النور لم يرى فيها الشمس لم يرى لم يلمس فيها الأشجار لم يلمس فيها أهله لم يلمس فيها الناس أربعين سنة أربعين سنة حولته حوله الكين صهيوني من سجن عتيد إلى سجن أعتاء ومن سجن إجرامي إلى ما هو أجرى منه أربعين سنة أربعين سنة أم زارته سبعمائة أكثر من سبعمائة مرة في ظرف تسعة وثلاثين وأربعة أشهر لكنها أسلمت الروح بعد تسعة وثلاثين سنة وأربعة أشهر وهو في خروج اليوم أول زيارة كانت لقبر والده التي غادرت قبل أشهر ووالده اللي كان غادر قبل ذلك أربعين عاما إنها ليست أربعين يوما ولا أربعين أسبوعا ولا أربعين شهرا ولا عشر سنوات ولا عشرين سنة أربعين عاما أربعين عاما خرج ثابتا خرج أقوى مما كان عندما اعتقلوه في جامعة تسمى جامعة بنغوريون وبنغوريون هذا أحد كبار المجرمين الصهاين الذي أسس الكين الصهيوني عندما اعتقلوه في تلك الجامعة في ستة يناير في تسعة ثلاثة وثمانين في ستة جون في ثلاثة وثمانين أنا شخصيا في ذلك التاريخ عندما أتذكر أني كنت في سنة أولى في المدرسة الوطنية الإدارة سنة أولى كنا على بواب أن ننهي السماستر الأول لأننا كان عندنا دو السماستر فقط ينتهي أعتقد في نهاية منتصف فبراير كان ينتهي السماستر الأول يعني في ذلك التاريخ منذ ذلك التاريخ لو أتصور أنا عندما كنت سنة أولى ماذا مر علي كل الحياة تنية كلها أربعين عام أربعين عام تهيما يومها بأنه قتل جنديا صهيونيا وهو من وكريم يونس هذا من ما يسمى بفلسطيني الخط الأخضر أي الذين يقعون ضمن ما يعرف بالدولة الإسرائيلية والدولة العبرية أي أولئك الفلسطينيين الذين بقوا في آرابيهم وهم في حدود عشرين بالمئة من من سكان ما يسمى بإسرائيل الكيان الإسرائيلي اليوم كان مرعوبا وهدده من أنه إذا قاموا احتفالات أو أفراح بخروجه هو ولد عمه أيضا فإنهم سيتخذون عقوبات ضده مع ذلك خرج خرج ثابتا خرج قويا خرج يتحدث عن أربعمائة وخمسمائة أسير لمازالوا موجودين عند الكيان الصهيوني في سجونه وقال من أنهم خرجت وتركتهم موحدين خاصة في وجه هذه الحكومة الأكثر تطرفا وتنطعا وربما إجراما في تاريخ الكيان الصهيوني حكومة نيتنياهو بن قفير وباقي الأوباش المتطرفين هناك خرج وما زال مقتنعا بما فعل ومقتنعا بحرية الشعب الفلسطيني وبأرضه وبوطنه أربعين سنة للأسف للأسف هناك من الناس من يخرج ربما في ثورة وفي انتفاضة وفي حراك أربعين يوما ثم يتعب وهناك من يخرج أربعين أسبوعا وقد ينهار وقد يستسلم وقد يعلن حتى من أنه لن يقوم بالسياسة في المستقبل خوفا من الطغاة خوفا من المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية في حين أن هناك من يقبع أربعين عام وأنا لا أتذكر ولا أعرف أن هناك في هذه على الأقل في نصف القرن الأخير هذا أن هناك من قضى أربعين عاما عند الطغاة مثل هذا قد يقع بعض الناس أربعين سنة في أحكام من ما يعرف بالقانون العام خاصة في الولايات المتحدة التي تصدر أحكام طويلة لكن في القضايا النضال يقل ذلك هذا بقي مرة ونصف ما بقيه نينسل مندلة مرة ونصف طبعا نينسل مندلة كان فيما بعد محظوظا لأن الأمور كانت تغيرت ولأن الغرب غير وجهة نظره فيما يتعلق بالنظرته إلى العنصريين في جنوب إفريقيا وخرج نينسل مندلة للسجن ليصبح هو أول رئيس لإفريقيا أو لجنوب إفريقيا السوداء لجنوب إفريقيا لسكانها السود الأغلبية الذي كان يحكمهم البيض حكما عنصريا إجراميا لعشرات السنين طاعا كريم يونسل لن تحتفل به القوى الغربية ولا القوى الشرقية ولا ربما فقط بعض أهله في فلسطين وخارج فلسطين والمناضلين والمقاومين في كل مكان الذين يرون أن هذا الرجل ثبت ثبات الجبال أربعين عام هذا غير السنة يقولها أربعين سنة أخواني من هؤلاء نتعلم جميعا الثبات والرسوخ والمقاومة وعدم الاستسلام وعدم الخضوع وعدم الركون هؤلاء هم الذين يدخلون التاريخ وهؤلاء هم المؤمنين منهم هم الذين يلقون الأجر العظيم إذا ما كانوا قد فعلوا ذلك لوجه الله وليس من أجل أن يقال من أنهم مناضلين أو مقاومين أو أشداء أو أو إنما يجب إخلاص النية في هذه المعارك وأن تكون لوجه الله في سبيل الناس أو لوجه الله من أجل الناس بعبارة أدق حتى لا تتعب لأن الناس تتعب منهم الناس أنواع ومعادن الناس هناك المعادن الذي لا يحول مثل الذهب وهناك معادن خير من الذهب وهناك معادن أقل من الذهب ولكن هناك أيضا معادن كالقصدير وكالأليمنيوم وغير من المعادن الرخيصة فالناس معادن والناس إذا استمعت لهم ستتعب وإذا انتظرت منهم الشكر ستتعب وإذا انتظرت أن لا تنتظر منهم السب والشتم ستتعب الناس فيهم كل الألوان وكل الأصناف وكل المعادن وليكن طريقك واضح وهو أنك ما تقوم به ليس من أجل أن يعتبرك الناس أنك مناضلا أو مقاوما أو زعيما ليس من أجل الناس نعم تخدم به الناس نعم تخدم به قضية لكن ليس انتظارا لجزاء أو شكورا عند الناس تقوم به كمبدأ كقيمة بغض النظر عما يرى الآخرون بغض النظر عما يقولونه جيدا أو سيئا طبعا إذا قالوا شيئا جيدا فذاك جميل لكن ذاك لا يجب أن يغرك لا يجب أن يخدعك لا يجب أن ينفخك وإذا قالوا شيئا سيئا فذاك يجب أن لا يضرب معنوياتك أن لا يوقف نظالك أن لا يجعلك تكفر بالناس وتكفر وأن هذا العباد لا تقدرش تتكرع ليهم وتقدر تتونس بهم وبالسحة ما ترحش بهم بعيد هذا كله كلام مثبت لأن الناس ليسوا سواء في هذه التجربة في هذه المعركة أنا في تجربتي هي الآن فاتت 27 سنة وتخترب 28 سنة رأينا كل الأنواع كل الأصناف كل الأطياف كل إلى درجة أنه لم تعد يفاجئني شيء لا في الاتجاه الصحيح ولا في الاتجاه الخاطئ إنما الذي يثبتنا أنا شخصيا وأعرف أن هذا هو موقف كل الذين ثبتوا عبر التاريخ قديما وحديثا الآن الذي يثبتهم أنهم يقومون بما يقومون به يناظلون ويقاومون ويواجهون هذه المافية وهذه العصابات ليس من أجل مغنم ليس من أجل شهرة ليس من أجل مال لأن هذا كله يأتي ويذهب ويروح وقد يأتي اللي هو أسمع منه وأبشع منه لأنك إذا كنت تفعل ذلك من أجل شيء من هذا عندما ينقص عليك تتوقف عندما ينسحب من عندك بعض الناس تتوقف فأنت كنت تقوم به للآخرين من أن يمدحوك أو يشكروك أو ينفخوك ليس هذا هو النضال النضال هو أن تحمل قضيتك التي تؤمن بها دون أن يساورك أدنى شك في أي لحظة في أي وقت من أنك على باطل أنت على حق وتستمر على حق نعم تصلح تصحح إذا كان هنا خطأ هنا أو هناك نحن كلنا بشر ولكن القضية العامة والفكرة الرئيسية هو أنك لا تتنازل ولا تستسلم ولا تتراجع ولا تختر إذا كان حولك الكثير ولا تضعف إذا انفض من حولك الكثير هذه هي القضايا وهؤلاء هم الذين يستمرون في معاركهم سواء انتصروا بالمعنى المادي أو لم ينتصروا إنهم منتصرون على الأقل على أنفسهم ومنتصرون من حيث المبادئ ومن حيث القيم ومن حيث الفكرة لو توقف الشعب الجزائري على المقاومة لظللنا لحد الآن رأنا تحت الاستعباد الاستعماري مباشرة صحيح نحن تحت الاستعمار غير مباشر لكن على الأقل استرجعنا الأرض وإن كان بكثير من التضحيات وبكثير من النقائص وإلا كان يحدث للشعب الجزائري ما حدث للشعب الاسترالي أو للشعب الكندي أو للشعب اللي هما السكان القدماء الهنود الحمر كما يسموهم أو تسميات متشابهة إذن بقيت فكرة النضال وفكرة المقاومة سائدة وهي التي ثبتت الشعب الجزائري وشعوب أخرى استرجعت أوطانها حتى وإن كان كما قلنا بكثير من المشاكل والنقائص فحي الله هذا الرجل الذي ثبت أربعين عام ولم يخضع ولم يركن وها هو يستمر خلنا نسمع لتصريح سريع قبل أن ننتقل لموضع آخر وعزائي أنهم اليوم هم موحدين في وجه الطغوط القادم ومن سنوات يعني ما كانتش وحدتهم زي ما هم موحدين اليوم لأنه بيدركوا الخطر وإحنا دائما تعلمنا في السجن أنه قوتنا في وحدتنا وأنه الوحدة قانون الانتصار وهم موحدين ما تخفوش عليهم كان يود كريم أن تكون أمه في انتظاره فهي التي انتظرت لأربعة عقود على أبواب المعتقلات لكن الموت حال بينهما فقبل أشهر توفت وصلوا من القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل ومن مدن الداخل مفود طبعا هو هذا الكلام اللي يقول أنا متوحدين ضد الطغاة وضد الكيان وضد هو راهوا داخل الكيان الإسرائيلي راهوا داخل الكيان الإسرائيلي راه يقولوا من عندهم يعني والحقيقة أن هذا شرف لكل المقاومين للفلسطينيين ولغير الفلسطينيين في أي مكان وعلى ذكر الفلسطيني حتى لا أنسى فقد أريد أن أقول لإخوانا الذين أرسلوا لي ملف وهم جزائريين فلسطينيين من أصول الجزائرية وصلني الملف وإن شاء الله في الأيام القادمة سأثير هنا في اللايف وربما قد أتصل بالبعض منكم ممن أرسلوا لي ملف كاملا عن جزائريين فلسطينيين وعما يحدث لهم مع هذه العصابات الإجرامية التي لا تعترف أيضا بجزائريتهم هذا فقط من قوسين